قالت الشيخ شخص ابتلي بالحسد فكيف يعالج نفسه وكيف العلاج من الحسد أن يدعو لصاحب النعمة اللهم يقول له اللهم بارك له وعليه وما أشبه ذلك يدعو له بالبركة ويدعو له بالتوفيق ولا يجد في نفسه عليه شيء أن يتمنى زوال النعمة عليه بل يسأل الله من فضله قال جل وعلا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما نعم